اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء ان استضافة سباقين متتاليين للفورميلة وان خلال مدة وجيزة وبنجاح يؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من خبرات وطنية في استضافة وتنظيم المسابقات الرياضية الدولية على ارضها منوها بان الكوادر الوطنية بالعزم والعطاء للوطن تتخطى التحديات وتواصل تحقيق الانجازات وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وقال سموه حفظه الله ان مملكة البحرين ترسخ مكانتها على الخارطة العالمية في مختلف المحافل بارتكازها على روح الفريق الواحد الذي يتميز بها ابناؤها مشيرا الى ان النجاح الذي حققه سباق جائزة رولكس لسخير الكبرى للفورميلة وان الفين وعشرين جاء نتاج الخبرات المتراكمة والجهود المبذولة لجميع القائمين على استضافة السباق الذين يستحقون الشكر والثناء على ما اظهروه من اخلاص وتميز اثناء اداء عملهم وهنأ سموه الفائزين في السباق معربا عن شكره لكافة الفرق المشاركة التي قدمت اداءا تنافسيا متميزا على مطمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الاوسط كما اعرب سموه عن خالص تقديره للحضور من العاملين في الصفوف الامامية من كوادر طبية وجهات مساندة وعوائلهم الذين اكتست مدرجات حلبة البحرين الدولية بهم مشيرا الى ما قدموه من عطاء في مختلف مراحل التعامل مع فيروس كورونا من جهود هي محل شكر وامتنان فبعمالهم الدؤوب والمستمر تواصل البحرين تحقيق اهدافها في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في ظل الجائحة العالمية متمنية نأسموه لهم دوام التوفيق والنجاح اشتركوا في القناة